مرحبا يعطيكم العافية انا المهندس احمد البشابشة رح نكمل اساسيات الفوتوشوب للرسم الرقمي لمادة التواصل البصري حكينا بالدرس السابق عن الريشة وخصائصها وكيف نستخدمها رح نكمل بهذا الدرس بعض الادوات اللي هي غير الريشة والمحاية رح اتكلم عنهم سريعا تمام ورح ابلش فيهم عادي من ممكن من فوق طب انا لو رسمت اشي هون بالريشة باي لون بيوض النظر شو هو اللون او حتى لونين واتفر شو هي اللوحة اللي كانت عندي اوكي وبدي اعين شيء من ضمنها يعني انا كمان رسمت هون رسمة بدي اعين شيء فانا عندي طريقة هون انه بكبس على المربح هاد وفي منه اكثر من خير فبعمل سيليكشن للمكان اللي بدي اياه مثلا بدي احرك هاي كلها هون بعمل فوق هذا السهم وبحركه بالمكان اللي بدي اياه كمان انا يعني ما حركت هاد خلص حركت بس منطقة اللي بدي اياه بقدر كمان اعين المربح على بس منطقة بدي اياه هون كمان احركها هاي لحالها كمان احركها هون كمان بقدر استخدم التول اللي تحت هون اللي هي ايش اسمها ها سيت اسمها المهم ها اللي هي لازة طول ها بحط نقطة هون وبظل ماشي بالخط بالمكان اللي انا بدي اكطعه برسمه رسم يعني مثلا بدي احرك بسحب وبسكرها باجي هون وبحركه كمان ايش بقدر بقدر الوفه اغير اغير اتجاهه مثلا خلي هيك تمام وبقدر امحي اعمل delete وخلص طبعا بك بسح بعدين بعمل delete طب اشيله اوكي كيف بدي اشيل ال selection مثلا انا عملت هيك وعملت selection طب انا بدي اشيله خلص بطلت غيرت رأيه شو اعمل بروح على select select deselect اختصارها control D او بك بس control D فخلص بغير خلص بشيل لل select اللي انا بدي اياه طب لو بدي اعينهم كلهم كاملين بدون ما احط المربع بحط control A الان عين لي كل اشي كل الصفحة كاملة فلما احرك او اعمل ايشي بيحرك لي كل شي بدي ارجع بعمل control D اوكي اللازق هون اللي هي الماجيك تول بعين لي بس بس اعين بعيني درجة اللون نفسها واحدة منهم مثلا هون خلص بس عينت على الاصفر بعين لي عليه فبقدر احرك بس المرسوم باللون اللي هو الاخضر اللي هون هو حركه اوكي control D اوكي اوكي وهكذا يعني حتى لو عندي درجات مختلفة من اللون هذا التول هاي بتعين لي اياه اوكي هون crop لما اخلص الرسمة بقدر انو ازغر اللوحة كلها يعني هون اللوحة كلها بس مثلا انا بدي هاي بك بالصح فبصير لوحتي بس الشغل هون على اللي انا بدي اشتغله اوكي خلص اضلاك بالغلية اوكي ارجع طبعا هون انا و انا ارسم في عندي قائمة history هون كل ما بدي ارجع بالعملية ورا فقدر ارجع فيهم direct بهذا الشكل اظل ارجع بالعمليات لورا او اقدم لقدام اوكي اخلينا اطلح هون طيب هون هاي بتعين لي اللون درجة اللون اللي انا بدي اياه فمثلا اه هون بدي اللون الاصفر هون بدي اللون الاحمر control d مثلا لو رسمت بالريشة بلون ازرق او لون هون رونت لون عشوائيا يعني رحت بهذه الطول اللي هي عينت بعين لنفس اللون اوكي هاي بتركها ما بعرف شو هي هاي اللي هون مثلا الطول اللي هون اسمها ايش اسمها اوكي كلون ستامب تول مثلا انا عندي اا عدة الوان خلينا خلينا نرسم رسمة كاملة هون او او الوان مختلفة بدي اختار كمان بدي اختار كمان الوان عشوائية هي مش انه ببني مثلا بهذا الشكل وانا بدي اكرره هاد نفس ما هي بدي اكررها بدون كوبي بيست بختار اللي هي التول اللي هون وبعمل بكبس الت حتى هون بقدر اكبر اكبر بصفات بصير زي الريشة بكبرها اكثر مثلا وبكبس على الت اللي بدي ابلش نسخ منه وبروح المنطقة اللي انا بدي اساولها كوبي وببلش ارسم ببلش اعمل كوبي لنفس الشي اللي انا وين ما بتمشي الريشة هذا السهم وين ما بيمشي بعمل لي كوبي الو بحيث انه لو ضليت ماشي عليها تقريبا كاملة حينسخليها كاملة وهكذا تمام لو بدي امشي هون بكبس الت برد بغير ببلش ينسخلي بهاي برجع بكبس الت برجع هي تستخدم غالبا لما بدي ارسم سماء و اغير لغيوم مثلا يعني نفترض انو انا عندي سماء اراسمها بغض النظرك في الشكل هون رح ارسمها بشكل سريع جدا يعني وفي من ضمنها غيمة بدي نفس الغيمة اريد ارسمها هون بقدر اعمل alt وامشي هون ارسم نفس الغيمة بهذا الشكل ومرات افلتها مرات اعمل alt اشي خفيف هون يعني اغير اشي بسيط هاي رسمت غيمة هون برضو برجع بعمل alt برجع برسم الغيمة هون نفس اوكي بلت tools المحايحة كان عنها السمج tool بحكي عنها مثلا السمج tool نرجع على الريشة بدنا استخدم الوان كمان ثانية هون رح استخدم اللون هون تقريبا اقرب لل الاصفر سمج تول بتعملك زي اللون نفسه بس لازم اغير من هون هاي بلاير احنا منغيرها للاصبع بلاير لها استخدام ثاني بس احنا منغيرها للاصبع سمج تول ممكن اقوي اقوي الريشة اكبرها شوي شوفوا الان بس امشي هيك بصير سيح لي باللون على اللون اللي اللي بعده اعطيني انطباع كأني بلون بريشة او واتفر لما اقوي السترينكت اكثر بتقوي هاي الخلط بقوة لما اضعفه بصير يدوب يحرك اشي بسيط هاي الاداة ما بستخدمها هون هون ما برسم بريشة بخطوط خطوط عشوائية بصير بحط نقط مثلا هون بحط نقطة وبصير انا اظلم ركز عليها وبلفها بالماوس بالشكل اللي بدي اياه تمام انا ما بستخدمها كثير مثلا لو هون حطيت وبلشت الون ما بستخدمها كثير يعني صدقا طيب هون لو بدي اكتب نص بحط على T وبكتب مثلا هون نص هون كل اعدادات زي الورد وهون اللون النص كمان بقدر اغيره بحطه اللون الازرق مثلا بكتب اي اش بدي اياه مثلا هون مثلا اسمي بقدر اغير الخط اكبره شوي من 13 احطه مثلا ممكن 18 ممكن اكبر زي الورد ما يعني نفس الشي هون اغير نوع الخط مثلا بالشكل اللي انا بدي اياه وبك بالصح ممكن حتى اغير هون بعض المواصفات اله اللي هو الشكل تاو انه يكون بشكل arc الى اخرية ممكن اعمل اشياء كثيرة اه هون خطوط هندسية هون هون خطوط هندسية مثلا يرسم لي line و بغيء الرسمة اللون نفس اللون اللي هون ليش؟ لانه انا بختار بيكسل لو اختار شيء بصير بيعمل لي اياك شكل مستقلة حاله بألوان مستقلة بصير يرسم لي مثلا هون خط اسود واذا بدي اغير اللون غيره من هون مش من الريشة من تحت ليش؟ لانه هو بيعمل لي اياك شكل مستقل وبيفتح لي لير مستقلة اوكي؟ بينما لو احطه pixels لا بصير نفس الالوان الموجودة عندي هون من تحت بصير يرسم لي فيها اوكي؟ فبعتمد لي الريشة كأنه هي المرجع وبيفتح له لير لير عادي يعني فبعتمد لي اياها هي المرجع باللون بكل اشي والويد بغيره من هون مثلا اربعة بيزيد شوي خلينا نختار مثلا رقم اكبر مثلا عشرة نشوف شو بصير في فين؟ كبر الخط نفس العملية في بقدر ارسم من هون rectangle بقدر ارسم دائرة الى اخره واذا غيرت رجعت غيرت لشيب مرة ثانية بقدر ارسم شايفين الفل هون؟ الفل لاني حاط اشارة حمره هون ما بيعبيلي لون بس لو حط اي لون بديها بصير يعبيلي داخل لون الفل والستروك لو اغير لونها بغير لي لون المحيط شايفين المحيط صار لونه احمر نختار لون يعلم اكثر شايفين والستروك اشي والفل اشي بس لما اغير لبيكسل لا المعاملة بصير يعمل لي اياها كعادي زي كنور رسمي عادية اوكي اوكي طح اخر شي في عندي الهاند اللي هي مثلا لو اعمل زوم انا بال لو اعمل زوم هون بدي احرك بكبس على كبسة الماوس من اليسار واصر احرك يمين واصر احرك يسار وهون الماوس الزوم ان والزوم اوت برجع بعمل زوم ان وزوم اوت هاي الادوات بشكل سريع في شغلة انه مرات بختفي هذا مثلا اذا اختفى اي شيء من هذول اختفوا بقدر اطلحهم من قائمة ويندوز واشوفهم مثلا هستوري احنا كنا نشتغل على هستوري اذا اختفت عندي تكون مش محطوط عليها صح مختفية كيف بروح بروح على ويندوز بدور على هستوري باكمس عليها صح تطلع عندي قائمة اللير هاي اللي كنت اشتغل عليها هلا بنشرحها بالدرس القادم بشكل افضل اذا اختفت عندي بتكون هون وين الليرز تكون هون مش موجودة وينها طيب كيف بدأ اجيبها بروح على ويندوز بروح على ليرز وبكبسها بترجع عندي اوكي بشكل عام راح نكمل بالدرس القادم قائمة اللير ويعطيكو الفا فيها